احنا معنا تأرير من نقاضنا الرياضين الكبار أستاذ عثمان سالم والأستاذ محمد سيف عاوزيني بيعتولك رسالة وتعلق عليها مدرب محترم ومحترف يعني عنده كمان أساسيات الكرة بشكل جيد جدا من ناحية الفنية عنده قدرة على أن يتعامل مع اللعبين بشكل جيد بيبقى الدور الأبوي هنا أكثر من دوره كمدرب المجموعة اللي بيختارها المجموعة المساعدين اللي معاك فيه تفاهم كبير وتجانس بالإضافة بأن الإدارة في الأندية زي الانتاج الحربي لإدارات الاحترافية دي بتبقى بتساعد المدرب بشكل كبير على أنه يجيد وبتوفر له العناصر المطلوبة لأنه النهاردة زي ما احنا بنشوف الكرة الحديثة أصبحت محتاجة إلى استثمارات ضخمة جدا محتاجة أن كل سنة تعمل دعم للفريق بلعبين مميزين ده بنفتقده بكل أسف في الفرق الجماهيرية الكابت المختار برضو تاني بقول الكابت المختار قيمة وقامة كبيرة الحقيقة وبتصور أنه مسألة العطاء مش مرتبطة بسن عنده خلفية أو عنده كمان في التدريب الخبرة عامل الخبرة بيبقى مهم جدا بالنسبة لكوتش وإحنا هنا بنفرق ما بين الكوتش وبين الترينر اللي هو المدرب يعني فالكوتش بيبقى بيعتمد على الرصيد اللي عنده الكبير من الخبرات والقدرة على التعامل مع العبين لأنه في الحالة دي هو مش بحتاج غير أنه يشغل دماغه يعني إذا جاز التعبير فكابت المختار قيمة وهو من الأسماء المعدودة في المدربين الوطنيين وبالمناسبة احنا عندنا مجموعة مميزة جدا سواء من القدامة أو القدامة يمكنني أن أذكر منهم على سبيل المثال استنادي كان مميز جدا لكابت الحلمي طولان في مجموعة من اللاعبين المتأسف من المدربين اللي هم بيضعوا أقدامهم بسبات في فرقهم وده يأكد أنه يمكن بخلاف الأهل والزمالك عندنا مدربين عندهم قدرة على أنهم يقودوا فرقهم وينفسوا بشكل جيد في المسابقات المحلية الكابت المختار يمكن أولا هو صديق شخصي بالنسبة لي يعني من زمان إنما على مستوى الكرة هو طبعا مشهور بكلمة مختار أو بلقب مختار إسكو زي ما احنا عافين قبل ما انتقل النادي الآلي كان من أحد نجوم نادي إسكو لما انتقل النادي الآلي انتقل في جيل أو عطار عطار من الأعصب الأجيال اللي جات في تاريخ النادي الآلي فيه ممكن الستنات والسبعينات والثمينات كمان نون بلاش جيل ألفين يعني جاي مع محسن صالح مع عطار الشيخ جمال عبد العظيم كابتن زيزو مصطفى عبد الخطيب ماهر همام مصطفى يونيس حسن حمدي جيل سامة البطل إكرامي أسماء كل اسم فيهم يعني عالم محتاج لموضوع الأحد فالنواء يجي في وسط الكابة ديت ويتقلق ومن خلال الأهل من العناصر المؤثرة في منتخب مصر أعتقد دي حاجة كانت تحسب لكابتن مختار كابتن مختار كان من النوعية اللي هو ممكن يلعب لك في أي من المركز يعني هو لعب خط وسط مواجم ممكن يشغل مركز الجناحة الأيصر ممكن يبقى تحت راس الحبة لو قلنا سعيتها بقى ممكن تبقى عائس حد فرود لعب هداف صنع ألعاب الميزة الأكتر أنه كان في الملعب متوضع يعني أنا تبيعته كتير كويس قوي ما شفتش مرة من النادي جدا ياخد انظار من النادر يكون في لعبة خشنة علاقته كويسة بكل زموال سواء اللي في النادي الآلي أو حتى في الأندية الأخرى كابتن مختار كان مدرب مش محتاج أن حد يقيمه يعني كابتن مختار احنا بعتبره مع كابتن حلم كابتن الان دلات الشيوخ المدربين زي بيقول عليهم يعني والاتنين بيموثله جيل السبعينات يعني مدرب قدير مدرب بيعرف يتعامل الزام على عكس نفسيا وبيعرف ازاي من كل لاعب يطلع على الكدرات الموجودة عنده وبيعرف يكتشف لعبين في مراكز تانية عشان كده هم من المدربين النكحين وأي نادي بيبقى أعتقد بيبقى محزوز أنه يتولى تدريبه كابتن مختار والله لأنا كان زمان بقى كنت كان نفسي أقول له أنت نمت حتضرب النادي لأهلي لكن خلاص أعتقد الأطرف هات شوية لكن أتمنى أنه هو يختم حياته فيه ببطولة ببطولة